وصلنا للمساحة التربوية اللي معتادين دائما تكون ضمن صباحنا قربت الامتحانات رشا والاستنفار اليوم على كافة الاستنفار عام المشكلة يعني حتى المالو علاقة اليوم مستنفر صحيح على صعيد الاسراء أو على صعيد السلكة التربوي رح نحكي اكتر اليوم عن التحضيرات لسير العملية الامتحانية عن توزيع المراكز الامتحانية عن المراقبة وكثير من الاستفسارات اللي كانت حقيقة يعني من الكادر التدريسي من المعلمين وأكيد هي بتهم الطلاب لنحكي هاي التفاصيل بسعدنا نرحب بالآن يسير رائدة عسكر رئيس دائرة التوجيه والمناهج في مديرية تربية ريف تيمو أشقي سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سعد صباح كل المشاهدين صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك عم نحكي عن فترة اليوم مو بس الأهالي أو طلاب الضغط على اليوم وزارة التربية كمان أكيد تشكر اليوم عم تبذل كل هدول الجهود لتكون مستعدة بالوقت المحدد خلني نحكي عن دوركم وتحضيركم لفترة الامتحانات أكيد لحنا كتربية كتربية ريف من بداية الفصل الثاني كان في كان في توجيه من السيد المدير بعقد الاجتماعات بالتنصيق مع دائرة الامتحانات ودائرة التعليم السانوي لفرز لفرز الطلاب حسب التوزع الجغرافي الأماكن سكنهم الطلاب النظاميين والطلاب الأحرار بالإضافة لتشكيل لجان من الموجهين الاختصاصيين والمشرفين المجمعات لزيارة المراكب للمدارسنا ورفع قوائم باستمارات بجاهزية المركز من تليفون من ستائر من مراوح يعني أنه يتقدموا فيها للتربية ودراس لصد النقص بالمركز ويعتمد مركز امتحاني يمكن أن هذه السنة كان فيه أعداد زايدة بالمتقدمين للشهادات بالامتحانات الطلاب بأس الطلاب كان فيه أعداد أكثر من السنة الماضية السنة عدد المراكز الامتحانية لشهادة التاسع أكبر من السنة الماضية تم مراعاة من قبل وزارة التربية توزع الجغرافي يعني في أماكن مكان في مجال مثلا نفتح فيها مركز امتحاني السنة ضعفنا الجهود أنه يكون الطالب مرتاح أنه يكون المركز الامتحاني قريب من بيته خلينا نحكي معناتا أكثر كونه ذكرت المراكز الامتحانية شو المعايير اليوم لازم تتوفر بهذا المركز لحتى تختاره وأيضا مدير المركز شو هي المواصفات لازم تتوفر فيه لحتى يتم اختياره مثل ما حكيت أنا أنه تشكل لجنة من المجهين الاختصاصيين بزيارة اللي نحكي قبل ما يكون مركز الامتحاني هي مدرسة هالمركز الامتحاني كم قاعة صفية موجود صلاحية المقاعد المتواجدة بديكون بالقاعة الصفية ستائر بديكون مروحة بديكون في غرفة لرئيس المركز هاي بالإضافة إلى يعني أنه برفعونا إياها لحنا أنه هذا المركز أنه جاهز في نواقص لحنا من رأس لدائرة الامتحانات أنه هذا المركز بحاجة مثلا للستائر مثلا أنه لتأمين المركز بالنسبة لرئيس المركز في شروط معينة أيضا تشكل لجنة من المجهين الاختصاصيين والتربويين برفع أسماء رؤساء مراكز لرئيس المركز في معايير معينة أنه يكون مثلا عنده خدمات معينة أن لا يكون وعاقب سابقا لا من الهيئة المركزية ولا من الرقابة الداخلية بالمديريات أن يكون عنده خبرة برئاسة المركز يعني حسب التعليمات الوزارية يرشح رئيس مركز تمام اليوم كثرت الشائعات على السوشال ميديا وهذا الشيء يعمل فوبيا عند الطلاب كلها يعطنا مرأنا بهذه المرحلة وشفنا يعني أو حسينا نحن نفوت قاعة الامتحان شعورنا إن كان بالألم الجسدي اللي هو وهم بس من خوفنا يعني اليوم كثير منتشرت هلأ هي ما نائشة بس اليوم من خلال حضرتك بنا نثبت شوي بعض المعلومات اللي شفنا على الفيس وجود كاميرات ضمن القاعات عم تكون الكاميرات بكل المراكز أو بعض المراكز لا أكيد طلابنا اللي هنا بالأساس أبنائنا ابني وأبنيك وأخوكي هي عنده ضروري يعني بيكون متوتر هي سمر التعب عام عام كامل بالنسبة لوضع الكاميرات بالتأكيد يعني بكل بكل منطقة تعليمية بدنا نحكي حسب إمكانياتنا مثلا ممكن يكون مدرسين ثلاثة أربع حسب الإمكانيات مو بيكون بس تسأليني ليش مثلا فكرة فكرة أنه ليش مثلا هذا المركز أو كذا بيكون لحنا مثلا أنه هاي المدرسة مثلا أكبر تجمع مثلا ممكن أن يكون في سنوات سابقة يكون في شكوة مثلا عليها هذا المركز هلا بالنسبة للكاميرا شيء إيجابي بس بالخارج أنه أنه هو عم يراقب الطالب كذا لا هو عم يراقب العملية الامتحانية بالنسبة لرئيس المركز بالنسبة لمندوبين التربوين مندوبين الوزارة بالنسبة للطالب بتحفظ له حقه الهدوء بالقاعة الامتحانية بالنسبة أيضا المراقب كم مراقب اليوم هيكون بقلب القاعة اثنين أو ثلاثة يعني لا يتجاوز ثلاثة واثنين طيب بمجرد فاضل طالبه ونحن كلنا كنا نعطلاب منشوف يعني منهم بتسيبهم حالة انهيار بكاء يعني أو بوقفوا فتصير حيك حالة بالبلئ إذا نقول بالقاعة الامتحانية اليوم كيف عم يعني عم تتعاملوا مع المدار هاي سنين عم تتعاملوا مع هاي الحالات اللي عم تكون وفي ضرورة اليوم لوجود مرشيدين نفسيين بهذا الخصوص بالمراكز برأيك هلا طبعا احنا عملنا لجان تمت زيارة بالنسبة لألنا احنا كتربة الريف بتوجيهات من السيد المدير قمنا نحنا والسيد معامل مدير التعليم السانوي مع رئيس دقرة الامتحانات رئيس دقرة التعليم السانوي بزيارة المناطق المرشح فيها رؤساء المراكز يعني طلعنا على النبك طلعنا على القطيفة التقينا مع رؤساء المراكز بالطلاب يكون توجيهاته أبوية يعني يعطيهن الراحة النفسية انه يا ابني انه أنا معك هوني بالامتحان انه تعود بهدوء مثلا انه يعني انه يعني يعطيه الأمان والراحة بالنهاية هنه ولادنا يعني ورئيس المركز هون هون بلعب بلعب دوره بالتفتيش الوقائي اللي أكدنا عليه لحنا الصباحي اللي بيحمي الطالب مسؤولية رئيس المركز التفتيش الوقائي لما بيكون من المرش بيكون في شخص معين بيفتش الوقائي أنا حميته لها الطالب إذا نسيان قصاصة بجيبته بدخوله للقاعل الامتحانية المعنى العام كرمالك الحدة عمشوفنا التفتيش الوقائي شو هو بالضبط يعني اليوم الطالب شو حامل مهو 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 ممكن يكون نسيان جواله يعني تعليمات الوزارية ممنوع الجوال المركز الامتحاني ممكن يكون مثلا بالطريق عم يراجع قصاصة ورقة مثلا أو كزا ينساها بجيبته هون دور رئيس المركز والمشرف الأنشطة بالتفتيش الطالب مو بالضرورة إنه الطالب قبل الامتحان إذا لقت معه قصاصة إنه والله إنه هو بده يدخلها معه على المركز الامتحاني بجيبته الطالب متوتر نسيان هالقصاصة بجيبته أنا هون بحمي الطالب بشي للقصاصة من الهاي بعد الامتحان ضرورة التنظيف والتعقيم ممكن مثلا الطلاب يكون مثلا أحدهن يعني ما بدنا نحكي مثلا أخذ له شي قصاصة وقعت بالقاعة ما انتبه عليها المراقب وقعت بالكذا ضرورة أكدنا على المستخدمين ورئيس المركز إنه التنظيف القاعة بشكل يومي خلينا نحكي ذكرت حضرتك الجوال وكان في شوية خلينا نروح اليوم بس لموضوع الإشاعات إنه اليوم الطالب اللي عم يلقى معه الجوال ما نوع ميرجع هل ها صحيح هذا الكلام هلا التعليمات الوزارية في حال في حال تم ضبط جوال مع الطالب يكتب ضبط بحالة هو عميستخدمه خلال العملية يكتب بحالة يضع الجوال بقلب المغلف ويرسل إلى دائرة الامتحانات مع التقرير بحالة ضبط الغش وهناك دائرة الامتحانات يعني إنه في عقوبة في إجراءات خليناك معنا نضوي على موضوع الإعفاء من المراقبات شو هي الحالات اليوم اللي بيتنفي الإعفاء من المراقبات الإعفاء من المراقبة مراقبة عند وضع صحي بتتقدم لدائرة الصحة بيشوفوا بدرته الحالة ويعفاء أو لحنا رعينا إنه كل شي من فوق الخمسين كمان إنه نقدر إنه نعفيهم طيب في حال اليوم الطالب بسبب المواصلات أو أي ظرف تعرض له قبل ما يطلع على الامتحان تأخر عن امتحانه كيف اليوم بيتم التعامل مع هذا الطالب قدال الوقت المسموح اليوم لأنا أقدر أدخل على القاع المفروض المفروض يعني مثلا إحنا نأمل من طلابنا إنه ما حدا يتأخر يعني يجي قبل الوقت بربع ساعة بيكون وصل على المركز يعني براحة نفسية بهدوء بس السيد الوزير مشكور صرح بالمقابلة السابقة إنه ممكن يترك هذا الموضوع لرئيس المركز لحد أقصى حد التسع دقائق أو العشر دقائق ترجع متروكة لتقدير رئيس المركز إنه سبب حالة التأخر مواصلات الظروف في شكل عام تمام يمكن من أكتر الشغلات اللي بتعكر صفو الطلاب بشكل عام أو الممتحدين هو تدخل شوي من بعض المراقبين أو المشروفين التربويين خلينا هيك نوضح أكتر اليوم للطلاب شو اللي مسموح فيه واللي مو مسموح فيه بالحيس التعامل مع الكادر الموجود أو حتى المراقبين يعني فيه مثلا مراقبين ما كتير بيقدروا يدخلوا أو بيحبوا يقربوا بيخافوا مثلا يكونوا عم يرتقبوا مخالفة في منهم أشخاص بتعاملوا يمكن بطريقة بتتعرضوا للمسائلة إنه هذا الطالب الموجود بالقاعة الامتحانية كيف اليوم المراقب لازم يتعامل معه والطالب كيف لازم يعرف شو حقوق بهذه القاعة أو شو الحالات إذا شاف بيعتبروا أنه هي مراقبة مثلا نرتكب بشي غلط نحنا أهم نقطة منوجه فيها هي الهدوء بالقاعة الهدوء بالطالب الدارس مجرد الثانية إذا صار فيه أي سؤال أو دخول الأشخاص أو كذا بتأثر على هدوء أو تركيزه نحنا كماندوبين كماندوبين تربي أو ماندوبين وزارة جولاتنا لمساعدة رئيس المركز لوجود أي خلل بالمركز أنه ليس تدخل أو تشويش للطالب بالعكس لحفظ سمر التعب بالطالب طيب خلينا نروح شوي لموضوع المراقبة اليوم ما شو وضع المراقبين وأجور المراقبة ارتفعت نحنا كلنا بنعرف أنه دائما كان المراقب يعاني من هاي القصة أنه تعب وجهد أحياناً بيكون بعيد بيضطر ينزل لمكان ثاني كرمال المراقبة ولكن ساعات المراقبة كانت تقليله تم رفع أو لا هذا الموضوع نعتبره أنه هذا استحقاق وطني أنا برأيي الشخصي أنه واجب أنه المفروض أنه أنا اعتبره مجاني لأنه هذا الموضوع مثل ما حكيت لك الأجور موعودين السنة أنه سترفع بس ما بتعطيكي جهدك لو بتعطيكي تعبك نحن نعرف اليوم ما نحن نكون بعيدين عن الواقع المواصلات تفيد مواصلات يعني ما مواصلات بس السيد الوزير السيد الوزير مشكور مع المحافظين تم توجيه من السادة المحافظين لرؤساء المجال الإسلامي المحلية بتأمين باصات لنقل المراقبين يعني ساعة وزارة التربية يعني والدكتور دارم يعني بالتسهيل قدر المستطاع للمراقب ولرئيس المركز وللسيارات اللي بدأ توزع الأسئلة يعني جهد ما نو ما نو سهل يعني شو ما كان الإجر ما بيعطيكي تعبك بس حسب الإمكانيات المتوفرة بس أهم شي موضوع المواصلات يعني اليوم المراقب ممكن يرتاح أنه على القليلة أنا عم فيه نقل حياخدني وحيرجعني على بيتي ضمن العجقة وقلة المواصلات أكيد أي هلا أكيد نحنا نحنا نتشكر سيد محافظ الريف تم التنصيق من قبل سيد الوزير الدكتور دارم والإستاذ ماهر أنه يقدم قدر المستطاع تسهيلات للمراقبين ولحنا لحنا بفرز المراقبين رعينا للتوزع الجغرافي للسكان وأكدنا أنه المراقب ما يراقب على طلابه تمام موضوع المرشدين كثير متكرر هذا السؤال هو يمكن في مرشدين نفسيين ومرشدين تربويين ولا هنون نفسهم الموجودين بالعملية الامتحانية لا لحنا عنا في مرشدين نفسيين ومرشدين يعني حسب الإختصاص دور المرشد ضروري لحنا توجيهات مدير التربية أنه بالفريق الطبي اللي ممكن يطلبوا أي رئيس مركز أنه ممكن يرافق الفريق الفريق الطبي الدكتور بيكون مرشد نفسي بجوز الطالب ما يكون عنده يعني ما يكون عنده مثلا ألم بموضوع معين أو كذا المرشد النفسي يقدر يعالج هاي الناحية يعني هنون دورهم كمراقبة ولا دورهم بهذا بالامتحان أو بالمركز الامتحاني إلى نوظيفة محددة ولا لا هنون هيكون مثلا مطلوب منهم ببعض الأماكن نتيجة ظرف ببعض الأماكن نتيجة ظرف معين أنه يرافق مرشد نفسي أي أما بجوز نحتاج المرشدين النفسي بالمراقبة يعني اليوم هيكون في كادر طبي موجود بالمراكز الامتحاني بكل مركز أو لا حسب الحالة نحن نشوف نقاط لسيارة تسعاف وطبيب وممرد طبعا بكل منطقة تعليمية لحيكون في فريق طبي جاهز مجرد الاتصال من أي مركز امتحاني مباشرة يقوم الفريق الطبي بالدخل للامتحان ومعالجة الحالة طبعا مداخل القاعة الصفية خالح ويحتسب الوقت من وقت الطالب طبعا أو ممكن نعطي شيء زيادة في حال يعني صار في وضع مشان نطمن اليوم طلابنا أنه أي حالة صحية ممكن تصير منعالجة وبرجع للاقاته هذا الوقت اللي راح خلال المعالجة هذا الموضوع يقدره الرئيس المركز إذا كانت إذا فعلا أنه هالخمس دقائق اللي يجو فيها أنه بحاشت بحاشت ولا لا طيب بالخطم إذا بتحبيت وجهي رسالة أو كلمة اليوم بما يخص العملية الامتحانية تفضلي هلأ بوجه لكل أهالي أبنائنا الطلاب أنه إحنا معاكم وساعة وزارة التربية ومدر التربية تريف حسب الإمكانيات لطمئنان أبنائنا الطلاب وتقديم تقديم الامتحان ونيل سمرة تعب عام كامل نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا لكل الجهود اليوم أنتو تتمنوا من الأهالي وأكيد الأهالي اليوم مشكورة وزارة التربية لكل الجهود نكون في تعاون لكن لأننا مرأنا بالحال فكنا نتمنى يكون الوضع أفضل اليوم نتخوف نقص الكاميرات والمراقبين ومن دوبين التربية وقطع الاتصالات فخلينا نخلي هذه الإجراءات إيجابية كرمال كل طالب يحصل حانا تعبف إذا رحصي أنا قلت لك الكاميرا هي مساعدة للطالب وليس لمراقب الطالب بجوز مثلا في حالة في حالة غش مثلا بقلب القاعة عم تاخد تعب الطالب اللي تعب خلال العامل الدراسي شكرا لوجود